نحن في عالمنا العربي الآن هناك نوع من الفوضى العلمية مع اتساع منافذ النشر ووجود الإنترنت ووجود الصحف التي لا يسندها ولا يمدها متخرجون حقيقيون من الفلسفة والمؤرخين وطبعا استئثار الصحفيين بالكتابة في الموضوعات المعقدة أحيانا كل هذا ينتج فوضى في المصطلحات فلذلك تجد مصطلح الوعي التاريخي يتكرر كثيرا دون أن يكون له ما يضبطه لكن على كل حال إذا أردنا تبسيط الأمور فالفلسفة لهم في الوعي التاريخي معنى أنه إدراك الشعور بالانتماء إلى عصر ما يعني يساوي إدراك الوعي التاريخي يساوي أن أعرف أنا الآن في أي عصر أنا يعني القدرة على تسمية العصر توصيف العصر باعتباره عصر ممتد في نهر الزمن فالقدرة على توصيف العصر يساوي أن لك القدرة على تسمية العصور السالفة في سياق محدد يعني لك قدرة تاريخية تصل بك إلى تسمية العصر إلى توصيف معين فهذا يدل على وجود رؤية في العصر السالفة وكمان رؤية فلسفية تمتد إلى مستقبل ما بعد هذا العصر